موسيقى على بركة الله الإخوان سنبدأ بلاباز للتجارة ستستافدون من الذين يريدون أن تقدم وستستافدون من الذين يحويش عندك الإخوان جين على طول العام لا تحسبوش مع أي سيزون دخلية يعني الصيف البرد الشتاء الخريف لا يوجد مشكلة الجين وعندك ثاني شيء لا طوال بالنسبة الله طوال الإخوان جميل ألوان يكونوا عندك لماذا لا طوال؟ تهواء الصيف والشتاء والخريف يبقى على حساب التوب الذي ستأتيه كنت توب رقاق كنت توب غلاد كنت على حساب والضرفية اللي فيها تلك الساعة كان الصيف رقا تجيب لها طوال اللي يخفيف بحالها التوب هادا تقريبا كيلا كان الخريف بحال دوقيت اللي فيه كيلا بحال هادا طوال هادا كيكون قطان يعني بندم كيلبس هو مرتاح ثالث حاجة الإخوان اللي ما تنسوهاش هو ملي شوميس القوامج ما تحددش وحدة وحد من نوع خلط أي قامي جابان تلك جيبه أي ستيل زوين غير لعب على الكاليتي سلعة تركيا سلعة شينواء طاليين أكينت حاجة للبلاد ويعر مخدومة زوينة مهم القاميجة متخطاكش من المحل هذا ومن ضروريات ديما خصي يكون عندك القاميجة ما هندرش معك على السطوك تجيب سلعة كثيرة ولا تعمر المحل بالقاميجة أنا لا يجيب على قدك ولكن يلعب على هذه الحويجة ديما يتباعوا رابع حاجة الإخوان من غير قاميجة ولا طوال أنا غير نوريكم بحد يعني غير تلعبوا على القبيات بحل الديزاين هذا ومشي بالضبط هذه بحل هات السيل هذا غير نوريه لكم بحل هذه القبية هذه اللي كتشوفه على الألوان ديلا على الأشكال حيث المونطوني تهوى السيرفيتا مونطوني ديما لعبة ديما شكل لعب وديما بندم كيلبسه وصند الجنراسيو اللي طال عدابة كيلعبوا على السيرفيتات ديما كيف ما كتشوف السيرفيتا متخطاكش من المحل واللعب على ديما على الوقت اللي في انتا كان شتاب تلعب على الغليد كان الصيف كان الخريف كانت تلعب على هذا الشي اللي يكون مبين وبين حيث دابة هاد الوقت اللي في حنا دابة البرد البرد بالليل وفي الصباح الجو كيتبدل وبنهارك شورة الصيف يعني ما هي ما هي والإخوان بالنسبة اللي كاسكيت الإخوان هم ديما خسموا عندك هذي بتجربة ديها الخاصة كنخدم بها على طول العام طول العام الكاسكيتا كين الناس كين لبسوا الكاسكيتا يا بشعرهم يا قرعين مهم مبليين بالكاسكيتا هذي وقتا هما لعبلي مع الكاسكيتا ومتحييت حوي الصيف عندك حوي الصيف الإخوان بالنسبة لعبلي مع الكاسكيتا كين بقوتا هما لطول العام كين تصيد كتجمع المحل كتحييت حوي الصيف نصكم اللي عندك كامل كتحييتوك يدير الدار كتخزنوا كتبيعوا جملاء لا تشغلك هذة لا رغالات هذة ديما خلي واحد واحد لكونت تليشية عندك ديما خصص لي واحد بلاسة في المحل ستبيعها لماذا؟ الناس في الشتاء بغي ببيل جيدا كي يلبسوا تحت منجاكتا كي هو أصلا سخون ديتو سخونة ما كي بغي شي حاجة لغلايدة اي هرا كي بردو كي نشتاء ولكن كي بغي لبشي حاجة تحت منجاكتا خفيفة في العشية ممكن تلبس واحد توشية مغلايدة بساف تكون مونطني خفيفة أو ببيل خفيفة أو كورتيزة تقريبا حالة توب هذه تكون خفيفة تلبسوا مع ببيل نصكم في النهار رأي تلبس نصكم عادي حتى هذه مغلايدة على توشية مغلايدة و بالليل تكون عندك الكورتيزة يعني تتكالي عليك البرد كيف كان نقول حافظ رأسك من البرد ما تكون قليز في الصحة وهي تشير ناتج على سوء التدبير حاول تخلي ديما واحد واحد تشتوشية خفيفة خودها الحمد لله في هذه السيزن رأي تدخل دومي سيزن كثيرا لي شوميز خفاف لي تشورت خفاف كوم لي سويتة هم خفاف يعني مجموعة دي الأشياء اللي غدت نفعك ولكن احنا ما غن ندخلص في أمور دي الله سبحانه وتعالى لكي مكتب لك تمرد دراغة مرض و غير تلبس كادر دي الحديد دراغة مرض غير احنا خاصة ناخده بالأسباب كين هاد الحمد لله هاد الوقت اللي في حنا كل شي كل شي كين تحاجة اللي حليت عليك كينة هو الحمد لله الإخوال مهم حاولت نهدر معكم على لاباز بالنسبة للتجار لأنهم الحويجي خاصة تجيب دابة والحويجي خاصة بقوعة الدكار بالنسبة للناس اللي باعين يتقدموا سلعة و ريشكم ماذا ستلبسوه بالنسبة للحماية لماذا يدربوك البارد لماذا هاد الاسيزومي يتبدل كولوا هاد النازلات هاد النازلات هادو نحن اللي كنديروها سوء تدبير في اللي بس كتبقى غادي بنفس النيفو ديالك بقي عندك الصيف كتنسائرات تبدل الجو النهار كيبلك مطنطن الليل كيبرد هنفكي نتقاول بو وكنتصيده وكنتمرده هادو عليش خودك شية وشية خفيفة يبرد الحل في الأشية مميقة المغرب تطيح الخاميك يبدأ يبرد الحل اما هاد النهضروا على الاشهر شهر عشرة وشهر حداش هاد نهضر معكم الوحدة الحاجة المهمة هاد توجدوا ريوسكوب بالنسبة للتجار هاد توجدوا جاكت هاد تلعبوا على الجاكت حيال الجاكت عنده غير شهر باش يتبع هاد برد بحال ده نفتارة تصبت شتاء الحمدول الليل نتمنى والخير الله يرزقنا وباركة من عنده هاد صبت شتاء في الشهر حداش هاد يبرد الحال كتح درجة الحرارة والجاكت الاشكال في الجاكت هاد تجار كيشكوا من هاد القادية هاد الجاكت عنده تقريبا واحد بريود ديال شهر 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 وعشر ايام اللي ما عنده جاكت كيت قدافة كلو قايتها ما كيبقاش يعود يشير الجاكت حي الجاكت ماشي بحال تيشورتات كيف مادرت معكم قبل كياخد جاكتها ولا جوج كيبقى بدل فيهم العام كامل ما كنادرواش على حيث انا كتبال كتجيني انا بيزار او تبدير غتشير بعاولة خمسة جاكتات لاش شري وحده الزوينة ديال النهار وشري وحده ديال ليلك لكي البحر اما بالنسبة لمناطق اللي خارجا البحار هادو قديمة كيكون عدهم الصيف ديال بالصح و الشا ديال بالصح يعني الحال بارد درجة الحركة تكون طيهة اما المدن لح sympath일� عدد السيخ يكون شوية البرد كي يكون شوية من الأحسن تأخذ شيئا دودون شيئا خفيفة تلبس معا واحد تريكو خفيف واحد تسويت خفيف وانت سخون ناضي هذا وعليش لبسك كثير من الطاقة ديالك ليس ماديا يعني في الصحة ديالك لبسك باغيت سخونه واتفه واحد الجولي معتادين راح بزاف عليك غات مرد غات دخلت بلاسة غات تحيد الجاكيطة وهذا كي توقع الناس اللي يسوقوا الطموبيلات بزاف يكون ساك الطموبيل سخون كي يخرج كي يدربوا البرد او الكليماتيزور اللي كي يخدم في الطموبيل هادي كرام من نصحكم شبية المهم ما غندخش لكم في التفاصيل الحياة اليومية خليونا غير في التجارة انا كنقول لكم غير شي حويج اللي كنسمعهم من الناس وكنستفد منهم وكترى ليه انا نيت شخصيا نشاركوها مبعدياتنا عادي ورب امر العديد منكم غيكون متافق معي على هادشي المهم التجار في هات شهرين واجزوا الجاكيات ووجزوا تريكو الناس را كي ياخدوا الجاكيات بعدد اليوم محدود كي ياخد جاكيات جوج كيفراني كتوصل لشهر واحد كتقول او جاكياتها ما لاتقالت ما لفقش بقى تخرج ورح طلعتها الناس اللي عندهم جاكيات راكي اللي بسوف اللي ما عنده شرخ دهف شهر حداعش بقى جيما جاكيات خريجيك ورع لي الناس دخلي الاخر ما كان اتمينا متشتش تامم جاكيات احنا عارفين وكيش تدراس المال ولكن يربيح لمقبول جاكيات الغلاد جاكيات الى 700 800 ما فيها بس ربيح فيها 75 درهم ربيح فيها 50 درهم 100 درهم ولكن ما تدرش الناس جاكيات الى 300 درهم وتقول لهم 500 درهم اوكي اهاتي ناصيحة اخوية احنا قاعدة الشعر الناس اللي بغين كان يتقديو حتى هما كيبشو على حسب الامكانيات ديالهم بغيت جاكيتها مفرق عنادية حاول تعرف الاتمينة ديالها متداولة في السوق متصيدش ومتزربش وعرف مبيل هاد البرومير شواء دوزيام شواء الوريجينال عرفوه مهم احنا ما هدوش على الوريجينال تلتالاف ربعالها خمسالاف درهم رحيت جاكيات كيكون غالي صراحة الوصلنات الهودقام انا كان شيلي مارك اللي خيالية فليب لان عندهم جاكياتها ديرا مليون و يعني خمستاشرالف درهم انا كان هدرش كان هدر على الناس ولات الشعب كين الناس ولات الشعب مسك عليهم الله الله يصخرن امور ولكن ايه اللي شريط انت كتبت تامارة مغنسمكش ولتشعب او اللي يتمعنس طبقة البرجوازية المهم من جانب درداشة الاخوان نحن الله يسالع لجامع الله يسالع لك تولي تشري غرب متشتش قاعد الفلوس كون شاعدك بلاكات عادش نتمنى والجامع ولكن ربي الحمد لله رك يعرف يفرق الرزق ما غندخلوش في كله ورزقون الله يسالع لجامع المهم كان هدروع الامكانيات الناس اللي بغني تقداو يحاولوا يعرفوا شنو يتقداو تجار اللي يجلزكم بخير انا اعطيتكم معلومات اللي هي مفيدة ولكن حاول الربح يكون معقول اوكي حاجة اللي غادر محفاها بزاف حنا اشوف يكون اخوت واضحي حاجة اللي غادر محفاها بزاف ومن حقك كنا واحد دكتة كتدير كمثال كتدير 300 درهم جملة انت ختاب 100 درهم مت بيعه 350 درهم انت رك بحل ربح فيها غير 1000 ريال والله يسخر لك ترك ربح 250 درهم ولا 200 درهم هادك مغلومكش هادك انتاك نسميك الرجولة بيعو شرائي مشي دبرتي عليها بتامان زوين الله يسهل عليك حتى انت وما الناس اللي بغني تقداو هاد النوع هاده رمش يزاد عليك اوكي كتسمى هاد خينة حريفي رح بيعه لك رباح مكغر 1000 ريال رح ديارة 350 درهم بيعه لك 350 ولكن الله يسهل عليك رح ما قول بكش اوكي هاد انتو ما هاد النقطة مهمة انا مشي انظر لي راسي تا انا لجتني شي هوتا وانا كراتا جتني هوتا فيها الخبز وكاك انظر على العموم كنتيني عادي جدا اما باش تفوت السوق نجا كتام عروفة ديارة 300 درهم جملة وتبيع الناس بربعة 150 ولي 500 ما كانت شوية معايقة المهم الاخوان منطور وكامل اللي مكنة ندوي معكم النار كامل ناعدر معكم السكرية لتجارة ناعدر مهم نكتافه بعض القدر ورناكم سليعة ورناكم توشيات ان شاء الله مازال يكون جديد اللي بغايت ندوي على ايه واحد هذه القبية ستكون لدينا ان شاء الله لا سوف نقول لكم امتا شفتها قبية نادية تلبسها في الخريف والله عمرها دار قبية نادية سيكون فيها تقريبا تلاحية الألوان سيكون في البلومارين والغري شيني يعني غري طوبة مغلوق والنوار ديالها انتظرونا في هذه القبية جاءت معطلة سوف نذهب على اي حاجة تخص تجارة و مرحبا بكم كان معكم عبد واحد من قناة جارة برو لا تنساوش تديروا لايك الفيديو وتتبارتجي الفيديو الناس اللي اول مرة اللي تحقوا بنا على القناة حتى هم يتعبونوا عندنا اخر الكلام و اجمل ختام والصلاة عن الحبيب عليه الصلاة والسلام السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة